لما أعد النهاردة على يميني وعلى شمالي معجزتين في التنس طولة تصدقوني أنا حظي سعيد جدا قدامي لازم أعرفهم الاتنين تقريبا نفس العزيمة نفس الروح نفس الإصرار نفس التحدي كلنا على اختلافه بطل التنس طولة فقط إيدي لكن صمم ووصل للي هو عايزه وبقى حديث العالم على الجنب الأخرى على شمالي كابتن هانا جودة من وهي عندها أربع سنين وبتوصل النهاردة في التصنيف العالمي للتنس طولة تعدي ستمائة وخمسين مركز تقريبا للسيدات فهي برضو أيضا معجزة لازم أرحب بيهم ومنورني ومشرفيني كابتن هاناكتو منورني ومشرفيني ربنا يخليك كابتن خالد ربنا يخليك منوراني ومشرفاني بنتي العزيزة هبدأ معاكي وقلك مش هقلك بقى بداياتك إيه خلاص مصر يخلو أعرف بداياتك لكن ما شاء الله بطولاتك بتكلم تقدمتي ستمائة وخمسين مركز في تصنيف السيدات الحمد لله عملناه كيف حصل لعشان بطولة أفريقيا نواطها كتير روي فالحمد الله يعني أخدت تاني فنواطة زادت يعني وخلت تصنيفي بقى من ألف روامية وحاجة وده مش هدفي أكيد أنا هدفي أن أنا بقى جوا إن شاء الله بس يعني واحدة واحدة كله لعبتي بطولة أفريقيا قدام مريم الهوديبي صديقتك داخل الندي الأهلي لعبتي المواطش ده إزاي؟ طبعاً يعني أنا كنت وصلتها قوي بعد أما كسبت دينة في الساوي فاينل وكنت متأكدة إن ده هيبقى مواطش يعني صعب والحمد لله يعني هي لعبة حلوة أنا عملت اللي أقدر عليها وهي كذبت في آخر قلت لها إيه؟ مبروك طبعاً ويعني أنا روحك بركت لها طبعاً طبعاً كنت زعلانة جداً أنا نجفت على الحمام بعدين يعني قلت خلاص إنو لو عيضت مش هعيد يعني مواطشة أو هعيد حاجة يعني بركت لها طبعاً ويعني أنا مش عدي مشكلة بالخسارة مع حد أنا بدايق مني يعني مش أيوة يعني مثلاً قعدت بقى أفكر في الأخطاء اللي عملتها بعديها وإزاي صلاحها وكده والحمد لله اشتغلت عليها يعني في برطغال عشان كده يعني في بطوة برطغال الحمد لله أنا لوحدي لقيت أحسن بكتير وأنا في بطوة أفريقيا يعني سافرت برطغال لواحدك وهتكلم عليها معاكي عجبها الحديث بالنسبة لي ليتين بصراحة يعني بتعاف تكلمين ولا مين ترجمة نانسي قنقر